السلام عليكم النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة جوجل أعلنت عنه من ضمن سلسلاتها الجديدة هو موبايل جوجل بيكسل 9 برو فركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه من ناحة المواصفات والأسعار أول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل ظهر الموبايل دوت بيجي مصنوع من الإزاز مع فريم ميل الألمونيوم وبيجي عالدهر طبقة حماية من نوع جرولين راسفاكتوس 2 وبدعم تركيب شريحة التصال واحدة مع دعم شباكات 5G وبنسبة لصوته الخارجي فالصوت هنا بيجي استريو واستغنى عن مدخل 3.5 والبصمة بتيجي تحت الشاشة وبيجي مع معمارية IP68 يعني يقدر يوعد تحت المية العمكي متر ونصف لمدة نصف ساعة أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع LTPO OLED بمساحة 6.38 بوصة مع نسبة استعاز بتوصل ل 87% وبدقة 1280 في 2856 بيكسل وبكسافة بيكسلات 495 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بأبعاد 20 إلى 9 وكمان بتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل3000 شمعة ومع معدل تحدث عالي واللي هو 120 هيرتز وديفعلهم كمان تقنية الـ HDR10 Plus وبتدعم تقنية الوزندس بلاي وبيجي عليها طبيعة حماية من نوع جرالا جلاس فاكتو ستوم أما بقى بالنسبة للرامو الزاكرة فالموبايل دوت بيجي باربع نسخ النسخة الأولى 128 جيجا مع 16 جيجا رام والنسخة الثانية 256 جيجا مع 16 جيجا رام والنسخة الثالثة 512 جيجا مع 16 جيجا رام والنسخة الرابعة 1 ترابايت مع 16 جيجا رام وللأسف مش بيدعم تركيب موم ريكارد لكن لو أنا مكانك هجيب أقال نسخة 256 جيجا أما بقى بالنسبة للنظام التشغيل والأداء فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل أندرويد 14 مع معالج جوجل تنسور جينفور بمعمارية 4 نانو وبيجي بتمانة أنوية وبيوصل للتردد لحد 3.1 من 10 جيجا هيرتز مع معالج نسومي مالي جي 715 MC7 ودوت معالج محترم جدا مع نظام أندرويد المخترعة أساسا شركة جوجل فهتلاقي عن استخدام السوفتوير لإمكانيات الموبايل كويسة قوي ودوت عشان المخترعة الموبايل هو نفسه المخترعة السوفتوير فكتجربة أداء أكيد تكون ممتازة أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل دوت بيجي بتلات كاميرات خلفية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل فتحت عدسة F1.7 وبتدعم تثبيت البصر الوي اس وتقنية الدول بيكسل والكاميرا التانية بدقة 48 ميجا بيكسل فتحت عدسة F2.4 ودية كاميرا طول فوتو 5X Optical Zoom وبرضو بتدعم تثبيت البصر الوي اس والكاميرا التالتة بدقة 48 ميجا بيكسل فتحت عدسة F1.7 ودية كاميرا ألترا ويت بتصور بزاوية 120 درجة وبيجي معهم فلاش الوي دي وبيدعموا تكنية الألترا اتش دي ار وتكنية البانوروما وتقدر تصور فيديو بدقة 8K بسرعة 30 فريم وبدقة 4K بسرعة 60 فريم أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 32 ميجا بيكسل فتحت عدسة F2.2 وبتدعم تكنية البانوروما والاتش دي ار وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم وبنسبة لأداء الكاميرات فمتأكدة تكون من أفضل أداء الكاميرات اللي تحتجربه في حياتك علشان يعني جودة العدسات وجودة الكاميرات التي تستخدمها جوجل بتكون ممتازة وكمان الزكاء الاصطناعي اللي بدخل في الصورة بيخلي الصورة تحفة حرفياً وبنسبة لبقى التكنيات فالموبايل ده هوت في واي فاي من إصدار 6E والإصدار السابع وكمان معهم بلتوز من إصدار 5.3 ودي فعلهم كمان تكنيات الجي بي اس والإن أف سي لكن ما فيوش الإي آر ولا الراديو أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 4700 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 37 وط مع شاحن من نوع وانا عايز أقول لك تشحن البطارية من 0% في حوالي ساعة واحدة بس وكمان الشحن اللي سلكي بقدرة 21 وط وبنسبة لسعر الموبايل فالموبايل ده هتقتلع عنه بالسعر 1000 دولار يعني حوالي 49000 جنيه مصري و3750 ريال سعودي و134 ألف دولار جزائري ومليون 310 ألف دولار عراقي وبس كده كده نخلصت وبنسبة رأي في الموبايل فنشافه إمكانياته قوية جدا ويعتبر في نفس منطقة الأسعار الموبايلات الموجودة في نفس الفئة السعرية بنفس الموصفات وبرده ما تنساش أن ده تحدثاته مختلفة عن أي موبايل التحدثات فيه بتستمر الفترة طويرة جدا غالبا كده لحد أساسا الموبايل ما يبقص في أديك فدي حاجة كويسة مشاركة جوجل وطبع رأيك تعطف في التعليقات مهمة جدا بس ويتنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير والسلام عليكم